أهلاً وسهلاً لغزلات ديالي حبيبتي وخالاتي لازات مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم قناتها جرب غضغي بغلاج لتعليم طرز رباطي بليد وكذلك التنبات بداية كيف العادة؟ كم غير نرحب بكل المتتبعات الوفيات لكي يشاهدوا القناة سواء داخل المغرب أو لخارج المغرب مرحبا بكل الأخوات والصديقات اللي انضموا جداد العائلة ديالنا كنتمنى إن شاء الله على فيديو دياليوم يلقاكم في أحسن الأحوال كنتمنى أن نلقا نتنال إعجابكم وتستفضوا من خلال الدروس المقدمة الأخوات المهتمة بتعلم طرز رباطي بليد وكذلك التنبات مرحبا بكم أنتوا في المكان الصحيح إن شاء الله حبيبتي نزولاً عند طلب العديد من المتتبعات اللي طلبوا مني أرشمات ديال التنبات على جلابات صيفية فاليوم كنقترح لكم موديل جديد أرشمال اللي هي سهلة وبسيطة وحصرية موديل اللي غادي تخدموه فقط بلاقيق وممكن لأي أخت مبتدئة أنها تخدموه إن شاء الله اليوم غادي نشارك معاكم بطريقة ديال الرشم غايت تقدر علي أنني نشارك معاكم بطريقة ديال الخدمة ديال جميع الموديلات لكن الأهم حاجة أنني غادي نشارك معاكم بشكل نهائي باش تاخدوا أفكار على الرشماء على الألوان اللي استعملنا وأيضاً تاخدوا فكرة على الموديلات ديال جليلبات اللي دارجين حالياً حتى لا نطور لكم بثاف سوف نبدأ الرشم ديال الجليبات ديالنا دعوكم معاكم أتمنى لكم فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله حبيبتي سوف نبدأ إن شاء الله التطبيق للرشماء ديالنا كما تلاحظوا سوف نأخذ بابي كربون أنا هنا سوف نستعمل بابي كربون جوجة ديال الورقات لأن هذه الرشماء قليلاً طويلة حتى لا نحتاج نهائياً أن نحرك البابي كربون من تحت التوب دائماً أخوات من اللي كان بغيوا نرشمو الجوج ديال الجيهات مع بعض أول حاجة كان بدأوا بيها هي كان قادوا الحفة أو للحاشية ديال التوب لازم تكون متطابقة الجيهة الأولى إلى الجيهة الثانية إذا كان وضع فاتي كربون ديالي على سطح الأعمال أو للطاولة اللي غادي نخدم عليها غادي نقادد الجوانب ديال التوب ونتأكد أن الحفة ديال التوب على الحفة باش ما يكونش عندي نهائياً واحد ديكالاج أو لا واحد تغيير في القياسات ديال الرشماء ما بين الجيهة الأولى والجيهة الثانية نتمنى إن شاء الله أن الصورة تكون واضحة والطريقة ديال الرشم راني شاركتها معكم عدة مرات في أي موضيل كان بغير ونخدموه ضروري ما كان نبدأ معكم من البداية وكان شارك معكم عفواً طريقات ديال الرشم إذا كان قادوا من بعد غادي نحاول ناخد القياسات اللازمة باش نوضع الرشم ديالي غير تأكدوا أخوات أنا ما عندكم شتوب مكمش من التحت كيف قد لكم باش ما يكونش عندكم واحد تفاوت ما بين الرشمات إذا ناخد قطعة واحد أخرى ديال بابي كربون اللي غادي نوضع من الفوق ومن بعد كنناخد الرشماء بالنسبة للأخوات اللي كيسوروني إلى القياسات اللي كنناخد دائما من اللي كنبغي نحط الرشم ديالي فدائما فاش كتكون عندنا جلابة كنخليو 8 ديال السنتيم ديال الفتحات ديال العنق أو للقلبة ديال اللقب كنخليوها من فتحة العنق للأمام يعني 8 ديال السنتيم والحافة ديال توب على حسب الخياطة أو على حسب باش غادي نخدمو هات الجلابة مثلا أنا هاد الموديل ديال الجلابة غادي تخدم بالدفيرة فغادي نخلي القياس ما بين الجوش ديال السنتيم ونص حتى الثلاثة علاش لأنني أنا هنا مازالا مخليا الحاشية ديال توب أو للحافة ديال توب ما حيتوش فمن بعد هاداك الحافة غادي تمشي يعني غادي تضيع لي واحد سنتيم ديال توب نص سنتيم كيكون عندنا في السيرجي ونص سنتيم هو اللي كي يضوب له الخياط باش كي حط الضفيرة يعني ثلاثة ديال السنتيم كاف يعني باش ننزل الرشمة هادا في حالة ما اللي بغيت الرشمة من طبيعة الحال تكون قريبة من الخياطة لكن اللي بغيتها تكون بعيدة على الخياطة فكنوضعها في الوسط ديال صدر ديال الجلابة إذا تأكد أنني قادت الرشمة ديالي مزيان توب ديالي يكون أيضا مقد وكنبدو على بركتي الله كانت تبتو الرشمة ديالنا بيدينا مزيان دائما اليد اليوسرا نكونوا حطنها على الرشمة باش ما تتحركش من المكان ديالها واليد اليوبنا هي اللي كان خدمو بيها من اللي تكونوا كاتتراسي وطراسي وغير خط واحد فقط على الرشمة ديالكم غير حاولوا أنكم تضغطوه بشكل جيد باش يتطبع ليكم من الفوق ومن التحت كيف كان قوليكم دائما باش تحتافظوا على الرشمة ديالكم مدة أطول ممكن الرشمة تغلفوها بسكوتش يعني بالورق اللاسق كيف ممكن أيضا أنكم تأخذوا غير قطعة ديال البلاستيك يعني ميكا أو البلاستيكة توضعوها فوق الرشمة وعاد تبدو تتراسي وباش هكا الرشمة ديالكم ما كتتضيش ما كتتقطع لكم شماء التراسج وكتبقى لكم مدة أطول تقدروا تختموا بيها شحل ما بغيت كنظن أن الطريقة ديال الرشمة هاولات عندكم واضحة بقوة ما كل مرة شاركتها معاكم فكنتمنى أن يكون كنعطيكم معلومات لي هي مفيدة أهم حاجة اللي كنم بغين نذكركم بها دائما فضلا وليس أمرا إلا أجبكم الفيديو أنتم ما كتشوفوه حاليا فما تبخلوش الياب بالضغط على زر الإعجاب جيم لايك يعني البصمة وإلا كنتوا أول مرة غتشاهدوا القناة أو لأول مرة غتكتشفوها فمرحبا بكم ضمن العائلة ديالنا ما ترددوش أنكم ضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو باللون الأحمر اشتراك سبسكرايب أبوني وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم إشعار بكل جديد إن شاء الله حبيباتي هاد الفترة هادي غادي نحاول نشارك معاكم موديلات كثيرة ديال الجليل بات ديال التنبات غادي نشارك معاكم الطريقة اللي كان نرشن بها جلابة وأيضا الشكل النهائي كيف قلت لكم ما غاديش نشارك معاكم الطريقة ديال الخدمة لأن هاد جليل بات هادو كانوا عبارة على واحد لكومونت ومن طبيعة الحال فاش يكون لكومونت شوية كبيرة أو لكثيرة فأكيد ما غاديش نخدمها بوحدة ومن هاد المينبار كان بغي نستغل الفرصة باش نوجه تحية شكر وتقدير واحترام لكل فريق عملها جرب غضغي بتغلاج سواء طرازات نباتات أو لمعلمين صناعية اللي كيخدموا ليد اللي دائما كيساعدوني أنا نحاول نوجود ديكومونت اللي هما في المستوى واللي روقوا استحسن الزبائن ديالنا فشكرا لكم المجهود المبدول شكرا لكم على حسن التعامل وكنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائم يا ربي إذن حبيبتي باش ما نطولش لكم بزاف لا فيديو أنا ما زال غادي نكمل إن شاء الله تطبيق ديال الرشمة ديالي كيف مما شاهدتو الشكل ديالها راه ساهل وبسيط كيف قلت لكم في بداية لا فيديو ممكن لأي أخت مبتدئة أنها تطبقها الرشمة اللي هي إبارة على عريشات وريقات غادي نخدموها كاملة إن شاء الله بالعقيق لمهرس ممكن أنكم تطبقوها بالعقيق ساندة وكيف قلت لكم الأخوات اللي أجبعتهم الرشمة وبغاو يطبقوها يكفي فقط أنكم ترجعوا للدروس أو للفيديوهات السابقة اللي هما عبارة لسيل في للتعليم تنبات الأخوات المبتدئات ونشوفوا الطريقة اللي كنخدمو بها الوريقات غادي تتبعوا نفس الطريقة باش تخدمو أي رشمة سواء هاد الرشمة اللي قصر حتى عليكم اليوم أو لرشمات أخرين اللي انتوما كتبغيوا تخدموهم أو لعاج بينكم وتطبقو شكل اللي بغيتو حاجة أخرى أخوات قبل ما نكمل هاد الجزء من الفيديو فكامو يقول لكم أي أخت بغايتنا نطبقو إن شاء الله مع بعض أي شكل ديال الرشمات يكفي فقط أنها التواصل معي إلى صفحة لانستغرام هاجر بغودغي بغلاج اللي هي بنفس الاسم ديال القناة واللي غادي نخلي لكم الصورة ديالها حاليا مرحبا بكم مرحبا بجميع تساؤلاتكم استفساراتكم اقتراحاتكم وإلى شلاح تنتقاداتكم مدامة بناءة أنا راه الإشارة للإجابة لجميع التساؤلات إذا الغزلات ديالي أنا غادي نكمل بهات طريقة حتى غادي نكمل الرشمات ديالي كاملة ومن بعد غادي نرجع باش نشارك معاكم الشكل النهائي ديالها كيف حجنا على التوب خليكم معايا وفرجة ممتعة الغزلات ديالي حبيباتي وخالاتي العزاز من بعد ما كملت تراصاج ديال الرشمات كاملة قبل ما كنهزو يدينا على الورقة كانت أكدو أننا ما نسينا حتى شي جوز في الرشمات إلا وتراصينا باش إلا كان عندنا أي حاجة نسيناها كنحاولو ندار كل وقت ونصحوه كما كتلاحظو هذا هو الشكل اللي كان حصل عليها على التوب سنسحب البابي كربول اللي عندي في الأسفل باش نوريكم الجهات بجوج مع بعض كيفاش كيكونوا إلا بها تشكل هكا كنكون حصلت على الرشمات اللي هي متطابقة كيف الجهة اللولة كيف الجهة التالية ما كيكونش عندي نهائيا فيها أي تغيير لا سواء في المكان ديال الرشمات أولا في القياسات وكان ضمن أنه إن شاء الله من بعد ما غادي تخدم الجلابة فغادي تجيني الرشمات مقادة مع الخياطة ديالي أولا الجهات بجوج من الطابقي إلا حبيباتي كنتمنى إن شاء الله تكونوا استفكتوا من خلال هادي الفيديو كنتمنى أن يكون ضيفة خفيفة على قلوبكم ومنكنش تتقلت عليكم بزاف أي تساؤل أي استفسار أي حاجة ما واضحاش ما ترددوش أنكم تخلوها لي في التعليقات فضلا وليس أمرا منكم إلا عجبكم الفيديو استفكتوا منه فما تبخلوش علي بالضغط على زر الاعجاب جيم لايك وإلا كنتوا أول مرة غا تشاهدوا القناة مرحبا بكم ما ترددوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو باللون الأحمر اشتراك سبسكرايب أبوني وكذلك فعل الجرس باش يوصلكم إشعار بكل جديد شكرا لكم على المتابعة إلى الملتق